طبعا مباراة الاهلي وبلدية المحلة اللي كانت مؤجلة الحقيقة من الاسبوع الخامس تلعبت وفوز كبير جدا ليه النادي الاهلي خمسة واحد على بلدية المحلة وبالتالي الاهلي الاهلي النهاردة بيرعب فرق الدوري من خلال هذه النتيجة والأداء الحقيقة المختلف تماما عن الفترة السابقة الحقيقة بالنسبة النادي الاهلي من خلال تشكيلة وتغيرات وأيضا طرق لعب كانت ممكن تكون موجودة في مباراة النهاردة قدر النهاردة اللعيبة ان هم يستغلوها بشكل كبير جدا وتنفذها من خلال الأداء الجميل والرائع لكل اللعيبة الحقيقة أبرازهم إمام عشور رجل المباراة النهاردة قدر ان هو النهاردة يكون حلقة وصل ما بين خط تفاع نادي الاهلي وهجوم من خلال تمريراته الرائعة الحقيقة من خلال الكرات الطولية وأكيد يعني احنا بنتكلم كولر النهاردة يعني كان فيه قوي وزهنه حاضر بشكل كبير جدا من خلال التغيرات وان ان انت بتستفيد من النتيجة الكبيرة في انك تستغل وتريح بعض اللعبين زي محمد عبد المنعم نزل بعض اللعبين في أماكن مختلفة بداية عمر كمال عبد الواحد انه يبقى ناحية الشمال ويريح على معلول عشان الوقت اللي فات الحقيقة كان ضغط كبير على معلول وفي نفس الوقت طبعا بتستفيد وتشوف لعيب جالك في يناير ممكن يكون بيلعب ناحية اليمين لكن النهاردة بتجربه في ناحية الشمال وبينجح بالشكل ده فده نجاح كبير جدا لعمر كمال عبد الواحد في المنطقة دي ممكن في وقت من الأوقات يستغل الكولر امكانياته فيه وقت من الأوقات مكان عالم معلول وبالتالي النهاردة كان مكاسب كتيرة للنادي الآلي أمها النتيجة الكبيرة انك بتكسب في سابع لقاء ليك فيه الدوري الممتاز وهذه المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس وفي نفس الوقت طبعا الأداء الرائع وفي نفس الوقت كمان نجاح وسامة أبو عالي الحقيقة النهاردة بيعلن عن نفسه بشكل رائع من خلال تحرقات وهدفين بالنسباله في هذه المباراة مودست بيعود مرة أخرى للتهديف وإن كان طبعا هدف الحقيقة يعني برضو فيه زي ما بقول لكم كده كنت بتكلم من برحلة مودست أن الأمور بالنسبة له بتالت تتحسن ولكن ببط النهاردة الهدف أكيد هيديه صحة أكتر وهنشوفه الأيام القادمة أعتقد بيتحسن مع هجوم النادي ده المباراة الحقيقة هنتكلم عليها مع كابتن أبو الدهب كابتن شفيخ الشاب في الجزء الثاني من حالة وتحليل اللقاء الحقيقة يكون من خلالهم إن شاء الله يكون موفقين بأمر الله خلينا نبتدن الحلقة مع حضراتكم بأهم الأخبار